اشتركوا في القناة فاللي بيفهم عليه اي حد بيفهم عليه بتقوله سلم لي عليه فيروس ما دخلتهش ما صحة مش لانها مش قادرة لا لان هي قررت انها تفضل تخدم الابن ده الابن عنده دلوقتي ستين عام وفيروس عندها تمانين عام ومازالت حتى اللحظة بتخدم الابن ده شوفوا الجمال شوفوا الامومة فنانة عظيمة مالت الدنيا لكن الامومة فمش بس سلم لي عليه احنا كمان بنسلم عليه هاخدكم دلوقتي في الستوديو عايزة اكلمكم عن مصرحية كاليجولا ايه حكاية المصرحية دي او ايه حكاية هذا المصنف الادبي مغري لكل اهل المصرح مصنف ادبي لالبير كامو والحقيقة كتبه هو وعمر 25 سنة في العالم كله اتعاملت المصرحية دي بكل اللغات وكل اللهجات مغرية للممثل اللي ما فيها منتضاد شخصية شريرة شخصية قصية شخصية فيها من القصوة والشر والعنجهية والغرور وحاجات كتير جدا لكن كل جيل بيعملوا بشكل كل بلد تعملوا بشكل كل زمن يقدموا بشكل احنا بنلتقي دلوقتي مع المصرحية من انتاج مصرح الشباب تأليف طبعا زي ما قلتلكم للقديب الفرنسي البير كامو والاعداد والاخراج المصرحي لمحمد عز وبطولة الفنان المصري المبدع اللي بيفجئنا بأدوار كتير مكنتش متخيلة انه كمان هيبقى موجود ويتقلق في المصرحية دي فنان محمد علي رزق وطبعا معاه مجموعة من الفنانين انا هعرف منه كل حاجة دلوقتي لكن انا هرحب به واعرف حكاية كاليجولا شكله مش كاليجولا خالص بس هشوف اللي بيحصل احيانا بيعمل كده بعض الأدوار اللي فيها شر بس الشر بقى هيطلع ازاي في المصرح خصوصا ان المصرحية دي اللي اتعاملت في التسعينات اقوال التسعينات بنجم كبير استاذ نور الشريف كيف ستعود ده اللي هعرفه مع الفنان محمد علي رزق مسائل فل مسائل خير لا انت متيش طيب كده تعمليش فيها طيب كاليجولا ده مش طيب خالص مناينا محمد مش كاليجولا أنا محمد والله ليه دايما الشخصيات الطيبة بتميل الشخصيات دي طلع مخزون تاني اه يعني دايما الواحد بيحاول يعمل في التمثيل اللي ما بيقدرش يعمله في الحياة او اللي ضميره ما يسمحلوش انه ممكن يعمله في الحياة فبيطلعوا بطاقته في التمثيل يعني انا ما كنت الزمان بصدق الكلام ده لغاية ادركت ان واحد زي الكبير العظيم استاذ محمد المليجي راح نطلع عليه مثلا اكتشفت من حكاوي الناس عنه انه هو من قطيب الناس اللي كان ممكن حد يقابلهم في حياته صحيح فلا اتأكدت من المعلومة دي فاحنا فعلا ممكن اللي ما بعرفش اعمله في الحياة اطلعه في دور التقمس والشخصية تروح لدور للدور كاليجولا ازاي فكرتوا فيها وايه سبب الاعادة وهل هي الاغراء بتاع النص النص اصله مغري هو كاليجولا بالنسبة لنا احنا للفريق العمل هو حلم مشترك هو حلم لي انا كممثل من 2006 من اول ما دخلت ادب مصرح وبدأت ادرس درستها في 2006 ومن ساعتها وهي حلم شخصي لي ان انا اعملها بس كان الفيزيك البتاع الجسمي منعني لان انا كنت زمان 150 كيلو فما فيش شرير ملياني شرير بردو ببطيب كده كل ما اقول لحد انا عايز اعمل كاليجولا يقولي طب ازاي يا ابن ما ينفعش انت خسيت على الجواز بيقولولي بيغششوني اه خسيت على الجواز السيدات بردو ووليهم كاليجولا يعني هم نفسهم هم اساس كاليجولا يعني ومن الحب ما قتل بس ومن الحب ما خسس اه بالزبط ده بالنسبة لي وبالنسبة لمحمد عز المخرج عز برضو عنده سبحان الله كده ارتباط عاطفي شديد بهذا النص لان عز في الاساس قبل ما يبقى مخرج وهو مؤلف فهو شايف جماليات النص كتابيا اه فهو بيحب النص ده جدا وكذلك اتاكا اتاكا هو ده امتحان ليجو لانه نص كاليجولا برضو النصوص الادبية تقيلة الشخصيات مكتوبة بعمق شخصية يعني مأخوذة اصلا من يعني اديب كبير فرنسي اديب ومفكر وكمان انا كنت دايما بتنصرها وبتعربها وبتروح للشخصية دي مليانة غنية قوي جدا انتو عملتوها بنفس التناول ولا مختلف تماما عن تناول الاستاذ نور الشريف نا احنا اخدناه من متناول تاني استاذ نور الشريف ودكتور سعدة اردش رحمة الله عليهم لما قرروا يعملوا كاليجولا خدوها من منهج بريختي شوية منهج بريختي ده لي علاقة بالتغريب شوية وانه هو يشرك الجمهور ودائما يحس الجمهور ان احنا بنمثل احنا مش حقيق صح يفوق جمهور احنا اخدناه من متناول تاني احنا اخرجناها بالشكل الطبيعي احنا عملنا اعداد للنص يواكب اقاع الزمن ان احنا برضو في 2022 ما فيش جمهور فانت بتكلم بلغة الزمن اللي احنا عايشين لا نفس اللغة احنا محافزين على لغة النص لغة النص طبعا احنا بنتكلم على الاقاع اقاع يعني احنا عملنا اعداد للنص يناسب اقاع 2022 تمام الجمهور دلوقتي ماقدرش يستحمل ان يوعد تلس ساعات في بصرحية لا استحالة طبعا فاحنا خليناها ساعتين اللي روبوا وحافزنا في الاعداد ان احنا ما نوقعش تفصيلة من تفاصيل كليجولا يعني طبعا الموضوع خد من عز مجهود كبير في الاعداد ده بس طبعا عشان يحافز على تركيب الشخص طيب خلينا وخليهم برضو يحطوا لنا الصور تاني كليجولا شخص يعني خلينا نقول للناس برضو الناس اللي ما تعرفش شرير قاسي مجنون يعني عنده حاجات تركيب كتيرة جدا مستفز جدا كان بيستفز في دول يعني يعني انا دخلتني هو كان يعني بيستفز حتى مصر يعني كان بينقل المسلة المصرية ده حقيق بتاع التوحوتمس يعني كان بيستفز اكلمني عالصور كده الصور احنا شايفينها دي ايه دي صورتي مع رباب عاملة سيزونية رباب طارق صديقتي وحبيبتي يعني ومن الممثلات اللي الواحد فرحانوا نشتغل معهم بجد يعني دي اللحظة اللي هو بيبدأ يتجنن فيها اه بيحصلوا بدنون بتاعه بيبدأ يفكر في فلسفة الوجود اللي هي البركامو حطتها في النص طبعا دي اللحظة الفريقة عنده اللي بيبدأ يسأل فيها اسئلة وجودية اه وده حيبقى مشهد جامد جدا ده من اهم المشاهد ده هو ده المسترسين بتاع الكاليجولا اللي هو بيبدأ من خلاله ينفذ فلسفته ده أصعب مشهد لك في المسرحية لأن ده كمان انت بتتكلم مع نفسك تقريبا كأنه مونولوج يعني بالزبط انا بالنسبة لي أصعب مشاهد في العرض هو المشهد ده ومشهد المواجهة اللي بينه وبين شخصيات شرية اللي هو أوتاكا منطق كاليجولا أصعب منطق شرية وفي نال العرض اللي هو مقابل الشعب لما بيقوم يقتلهم آه بيقوم علي آه يمكن هم ده الأصعب تلات مشاهد بيقابلوني في العرض طيب حنشوف برضو يعني ده صور تانية ده هنا في ده ده مشهد المواجهة ده مشهد المواجهة اللي انت تكلمت عني أنا شايف حتى الملابس انتوا برضو محافظين على إقاع الزمن والعصر بالذلط أنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنلعبها بشكلها طبيعي احنا حابين الناس تعرف كاليجولا احنا كان هدفنا من العرض ده آه جزء وعي جزء ثقافي مش كل المسرحيات كوميدي ومش كل المسرحيات آه ضحك ومش كل المسرحات سكتشات لأ احنا هدفنا ان احنا نقول ان احنا جيل رغم ان احنا ممكن يكون اغلبنا في الكاست ناجح تجاريا يعني محمد عز هو مؤلف المسلسل الكبير مثلا الطبع موضوع عائلي فيلم بنك الحظ مؤلف مهم جدا اسعد الملايين السنة دي بالضبط اوتاكا مؤلف اعمال كوميديا انت كلكوا اهوى سيدة انا اوتاكا اه انت اوتاكا اهوى سيدة اه انا اوتاكا مركز الابداع محمد عز لق فاغلبنا اصلا كماركت كسوق شغالين كويس جدا بس احنا قررنا نسيب المكسب التجاري وتعمله فن ونعمل فن ودي متعة الفنية بالضبط او الممثل احنا قررنا ننبسط وقررنا ان نبقى احنا جزء من وعي الناس مش دايما ان احنا ننزل نشتغل عشان نكسب فلوس هاته الجملة دي كده انت الجملة حلوة قوي عشان ما بقناش نسمعها بالضبط جزء من معي الناس الفنان ليه دور كبير جدا بالضبط انه يعلب وعي الناس دايما بنقول كده اعز اسألك سؤالك كده وتقول لي بصراحة يعني اكيد هجاوب بصراحة لو الفنان الكبير نور الشريف موجود كنت هترفع السماعة او تروح له وتتمنى انه يبقى قاعد في الصف الاول بيشوف كاليجولا في زمن تاني طبعا انا حاليا اصلا الاخف وانك يعني Witness والاسم وانا باريك كاليجولا نور الشريف طبعا طبعا الدول على فكرة احنا بدور ان انا اعزم استف ايلهام شهين اه تيجي بتتفرج على الوار طب بتفضل عزمها على الهواء انا باعزمها طبعا على الهواء دعوة الى الهام شهين انا بادعو حضرتك يا اصتاذ الهام تنورينا وتشرفينا وتيجي تتفرجي على كاليجولا بتاعت ونتمنى انك تيجي وتتفرجي وتنبسطي خلاص احنا كمان بنقول لإلهام فنانا إلهام الشهين الدعوة موجودة انها تروح تشوف كاليجولا واحنا نصور في التاسعة رأيها هتقول ايه على كاليجولا ده يشرفنا بجابة العرض اللي شفناه ده كان نور الشريف وجيل تاني بيقدم وحاجة حلوة بحعرف انتباعك ناخد فاصل ندردش فيها كده مع بعض ونرجع تاني انا ببقى سعيدة لما جيلي سلم جيل انا بحب الفن اللي فيه اجيال بتروح جيل بيعمل حاجة وجيل بيكمل جيل بيقدم فيلم ويرجع بعد سنين جيل تاني جيل تاني يعمل نفس الفلم جيل يغني اغنية ويرجع فنان تاني من جيل تاني يغني اغنية ده ناجح وده ناجح ده مبدع وده مبدع المهم المتلقي والمشاهد حضرتك مين اللي هيقول هنكمل مع الفنان محمد علي رزق اللي دايماً بيغامر هعرف كاليجولا اثر عليه ولا هو اللي اثر على كاليجولا ده اللي هعرفه لما ترجعولنا بعد سؤال دايماً لما هنشوف مشاهد قهوة سادة كمية المبدعين اللي خرجوا منه ومصنع خالد جلال اللي بيخرج ناس وليست طبعاً معايا يعني من نجوم قهوة سادة محمد علي رزق قهوة سادة يعني قهوة سادة دي شاكر حلو على الجميع دي فتحة خير ربنا نجعلها فتحة خير على جيل كامل صحيح رغب انها سادة ده كانت كويسة يعني كان وشها غير اسمها خالص دي حقيقة اه بصراحة لا وبعيدنا عن قهوة سادة كلمة السر خالد جلال صحيح بصراحة الإبداع والإتقان حب حب المسرح بيحب شغله جداً لأقصى درجة خالد جلالي وطبعاً ما حافظ الألقاب هو أستاذي وأبوي الروحي وصديقي وكل حاجة هو إنسان مخلص لأبعد درجة ممكن تتخيليها صحيح بيحب شغله لدرجة مخيفة ايوه ما بيحبش الظهار في الشغل تماماً ايوه عشان كده هو بيسموه جواهرجي جواهرجي النجوم بالضبط أنا وأنا وأنت بنتكلم وأنا بكلم محمد عليس إلا إنه في الدراما أنت مختلف يعني مرة هدي مرة مجنون مرة لطيف مرة منافق مرة حبيب مرة طيب مرة أنت غاوش شخصيات العكس والضد دي أنا دايماً ضد كلم التصنيف أنت مش من الناس اللي قدر نقول اللطيف الشرير ما بحبش أنت مختلف أنا مش شايف أن ده الممثل أنا شايف ده من الممثل لازم يكون عنده جزء كده من المغامرة يعني زي ما بيقولوا كده لا ريسك، لا حياة ده شعاري في الحياة طول عمر محمد أنت مش هتعرف تعمل شر لأ طب أنا عايز أعمل شر محمد أنت مش هتعرف تخس طب أنا هخس أنت لو خسيت هتفقد جمهورك عشان جمهورك عارفك وأنت تخين لأ أنا إن شاء الله هعتمد على موهبتي وهزبت أن أنا شاطر بعد ما خسر أنت بتتحدى طول الوقت طول الوقت أنا حاطت نفسي في تحدي كاليجو لا ده صعب ده آخر تحدي بقى كوميا على المصر مين أثر؟ أنت اللي أثرت فيه؟ يعني شخصيتك تأثرت؟ لا أكاليجو اللي أثر فيه ولا هتقولي يا صفي حيطة جواي و أنا فاصل لا لا أكاليجو اللي أثر فيها ولو قلت أن أنا فاصل أبقى كذاب أثر فيك كذاب خليني جازز شوية يعني أنا عصبي حبتين طول الوقت أو أغلب الوقت وأنا في البيت سرحان معاه سرحان معاه طول الوقت واخدك آه اللي رجعت أنه في يوم من فترة كده مراتي خرجت من المطبخ لقيتني قاعد باصص للسقف وصرحان فهي قالتلي كفاية حتى أن ما أنت هيحصل لك حاجة يعني هتعمل فيها فأي أنا حاجة أيها بالصبت إيه ده على نفسك شوية إيه ده على نفسك شوية وصيب كاليجو لع الباب الشقة واخد مني كتير واخد منطقتي كتير طبعا لأنه يعني شخصية مش سهلة والتقمص مش سهلة طبعا أنا أخدك للحاجات لطيفة بقى خلص كاليجو لأنجح وتمام تعال نروح لقهوة يا سيدة قولي إيه السورة دي احكيلي بقى إيه السورة الحلوة السورة دي من مشهد الجهل عنوانه الجهل الجهل آه إن إحنا كل دول أحفاد جد أيوة الجد اللي هو شام اسماعيل أيوة اللي هو بوترطور أيوة شام اسماعيل شام اسماعيل أبدع آه كان عظيم كان عظيم في المصرحات وأبدع السند إذا تلاقي فوق تايسون بصي جيل كامل ما شاء الله تايسون تايسون فراج فراج اللي فوق الشام على طول يعني إحنا فيه شام اسماعيل ومحمد ممدوح وفراج ومحمد سلام ومحمد سلام وأمير صلاح الدين بلاك تيما آه هو الأسمراني أيوة صح صح يعني السورة دي بقى فيها نجوم دلوقتي صحيح؟ الحمد لله يعني كلكم نجوم العلاقة ما بينكو عاملة ازاي ليسه زمعين مين مثل مع مين؟ مين ممثلش؟ مين بعد؟ مين قرب؟ هو أغلبنا مثل مع بعضه يعني أغلبنا مثل مع بعضه بس آه إحنا علاقتنا ببعض الشخصية لسه زي معين الوحيد آه حتى الآن عاملين جروبات مع بعضينا كويسين مع بعض طول الوقت ولازم لينا يوم في رمضان بنفتر فيه مع بعض وآه لسه في القوة طبعاً طبعاً السورة دي سيدة طبعاً دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة موجودة معيكو طبعاً ووزيرة التعاون الدولي أنتو عندوكو يعني اهتمامه هو وزاري جميل يعني وسيدة المسرح العربي سيدة المسرح العربي طبعاً طبعاً يعني ده كان من إعادة عرض قهوة سادة بمناسبة مرور عشر سنين عليها الصورة دي آه آه وخالد جلاله هو آه وستس خالد طبعاً دي كانت الصورة دي في 2018 عيدنا قهوة سادة يومين للذكرة كده آه الزكرة كده آه قلنا نعيد ذكريات زمان آه طبعاً وكانوا من أمتع اليومين أمتع يومين مفيش نفس ان انتو تعملوا حاجة مشتركة الجيل ده الجميل ده مبدأي وما دايماً بنتكلم في ده مع بعض أصلاً ودايماً بنتكلم مع أستاذ خالد في ده ان احنا عايزين نعمل عرض تاني جير قهوة سادة حتى لو هنسمي قهوة سادة اتنين ونعمل نشتغل على زي قهوة سادة لو حيك تفتكري كنت بتتكلم عن المشاكل الحياتية صحيح كان كل مشهد مستقل بمشكلة بيعمل حالة أو مشهد آه فقررنا ان احنا نشوف ايه المشاكل الحياتية الجديدة اللي طرقت علينا آه فترة وخصوصاً من انتو كلكم بقيتوا أسماء نجوم بس يا رب خالد جلال يقدر عليكم لا لا بيقدر علينا نقدر عليكم في المعيد احنا لغاية دلوقتي احنا اول ما بنخش الباب المركز قال له يا رزق كذا بس يا استاذ عندي فيلم قال له يا تايسون بس خلص كلكم تيجوا طبعاً انا عايز اقولك ان احنا بنخش باب المركز كل واحد بيسيب اي حاجة هو عملها على مدار السنين اللي فاتت على باب المركز احنا بنخش طلبها اه منخش حتى يومنا هزا تاني مشاريعك ايه الايام اللي جاية بتعمل ايه كاليجولة موجود لغاية امن كاليجولة موجود لغاية المهرجان القاومي للمسرح ان شاء الله داخلين بيه المهرجان القاومي للمسرح في شهر سبعة اخر سبعة واول تمانية وان شاء الله بعد العيد مباشرة هرجع اكمل تصوير فيلم في عز الدور بتعمينا مسعود اه ده حاجة حلوة اوه وطبعاً انت كليك دور مهم في الاختيار يعني الاختيار انت برضو تلاتة كنت طبعاً موجود وده مش جديد عليك يعني انت ماشي بخطة سبتة لا والاختيار كمان كان عمل بالنسبة لي مهم ان انا اشارك فيه يعني انا كمان ما حلفنيش التوفيق ان انا اشارك في الاختيار واحد او الاختيار اتنين حس ان ديش هادة يعني لازم يبقى عندي شهادة اه على فكرة عندي شهادة الاختيار اه في اعمال كده لو الواحد ما اشتغلش فيه بيزعل ايوة بالزبط رمضان بدأت اي ملامح للدراما او لا لسه؟ لسه بدلي اوعى رمضان طب ملامح للدراما اللي هي في الموسم بقى الشتوي اه ان شاء الله فيه عمل كده مجاهزين له من قبل رمضان بطولة استاذ اشفع الدباقي واخراج احمد حسن المخرج ان شاء الله ده هنبدأ ندخله بعد العيدي الكبير ان شاء الله مين اللي نفسك تشتغل معهم؟ في السيزون ده مش مش بشكل عين انت جاهز تشتغل معهم؟ والله انا جاهز مع اي حد؟ مع اي حد بس لو هتقوليني ساعت الواحد بيبقى نفسه ناس معينة اه يعني كتمس كممثلين كممثلين بصراحة انا نفسه اشتغل مع كريمة عبدالعزيز كريمة عبدالعزيز يعني حتى في الاختيار ما حلفنيش التوفيق كان شغلي كله مع السقة اه ان شاء الله لما تعزمه ممكن تبدأوا تشتغلوا مع بعض ان شاء الله الفنان محمد علي ريزي انا بجد مستمتعة بيك وخطواتك دايما مختلفة ومتنوعة وها حاجة اشوف كاليولا اشوف الحكاية انت هتنوريني ان شاء الله لازم نيجي نتفرج عليها مشكرك شكرا جزيلا ان نورتنا في التساعة التساعة الحقيقة بيبقى اللقاء معاكم ممتع بناخدونيب دي بحاجات كتير جدا مع بعض غدا هيتجدد اللقاء اليومي بالتساعة يوم الجمعة الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم هتكون معاكم في الموعد اما انا القاكم باذن الله الخميس المقبل حتى هذا المعاد اتمنى لكم كل خير وسلامة صباح على الفخير